أستاذة سامة من الإسكندرية أهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً يا أستاذة سامة اتفضلي أنا عايزة أحكي حاجة اتفضلي يا أستاذة بابا منفصل عن ماما بقاله خمس سنين طيب بقفتها بابا منفصل عن ماما بقاله خمس سنين وبعدين وهو بيعني بنقدر نرن عليه ليس بيرد علينا وبيعمل لنا حاجة طيب وعلى طول يقفل سليفونه لما نعرف ان احنا لما بيعرف ان احنا نبناني طيب دلوقتي احنا مكلمه تاني ولا لا وهو هلا يتحسب علينا ولا يتحسب ماشي يا سامة أولاً احنا كلنا يا سامة عايزة أقولك كلنا كل الموجودين في الستوديو وكل الموجودين بيحبوك اه وبيقدروك جداً 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 واحنا اللولة اللي هوا كنا سقفناه لكلنا سقفناه لكلنا ليه لان في الحقيقة انت عملت حاجة مهمة قوي ان انت حبيت تتعلمي ودي حاجة مهمة جداً وتعلمتي في ظرف حرك جداً زرف بابا اللي هو المفروض يكون قريب بيعمل حاجة انت مش قادرة يفهميها انا فاهمك حاجة ممكن ماما لو هي قاعدة جنبك او الناس يقولوا احنا مش قادرين نفهمها بصي بابا بيعمل حاجة غلط وربنا ما بيرداش عنها وربنا مش راضي عن هذا التصرف ايه الغلط الكبير اللي هو بيعمله هقولك حاجة ان خلى مشاعره يعارف انت لما تتدايق من صاحبتك وتبقى عايزة تربيها كده عارفة اه هل انت لو ضربتها انت بتعمل حاجة صح نا اه هو خلى بقى مشاعره دي تتغلب على قيمه واخلاقه وعقله اه فهو كان محتاج شويتين تلاتة ماما مامته وبابا يعوده زمان معاه يقولوله لما يحصل ده لا تغضب ما تعملش الحاجة الغلط ما تخليش مشاعرك تضغغ عليك فتضيع الدنيا وتبوز الدنيا اه فانا نصحتي دلوقتي اني ما تخليش مشاعرك انت كمان تضغع عليك اه فلما تتسلي به انت بتتسلي به عشان انت بتقولي ان انا ليه اصل اسمه بابا اه وانا متمسكة بالاصل ده طيب هو لو هو غلطان عنده تلات بنات تنيه لنا وبيصف عليهم يعني معيشهم احسن عيشة هو هو غلطان هو غلطان بس بيعذبنا قبل ما يبعد خلنا بص يا سماء بص يا سماء انت امر وانت وبص احنا عندنا حاجة كده في اللغة بتقول كله اللهم من اسميه النصيب اه انت سماء يعني انت ربنا يرفع قدر جدا وربنا ليه طيب عشان انت سماء عاليا فلازم انت ترتفعي عن اللي انت اللي ده هو بيعمل غلط اسألك سؤالة هو لو حد عمل غلط احنا نعمل غلط اصاده اصلا هو قولي لما بيتسلمي يفضل يدي على ماما ويقول لي هي وش النو هي اللي جايبان للفقر هي مش عارف ايه هي مش عارف ايه وهي ماما اول حاجة اول حاجة سماء ربنا مش هيستجيب له اول حاجة ربنا مش هيستجيب له لو هو ظالم ربنا مش هيستجيب له متفيين على ده اه اصلا مرافو هي اللي بتقول له ما تبعثي هون شوف وفي نفس المدرسة بيعزبنا عبر ما يبعثها وبيفضل يرزلوله تحت في الحقوق وبيمشورها بالمدرسة بسرعة بان احنا مش بنفتع المطارق وذن الزنبين احنا خلينا اقولك حاجة يا سماء ببساطة خالص تعالي انا اعجابك على السؤال ده انت عندك حاجة تانية عايزة تسألي عنها لا خليكي معايا انا اعجاب عليكي بس عشان لو احتاج تجي احنا محتاجين نقسم الكلام معاكي الى ثلاث اقسام اول حاجة اللي بيعمله بابا ده صح ولا غلط تانية حاجة احنا دلوقتي نعمل ايه تالت حاجة انا مفروض في المستقبل اعمل ايه اول حاجة اللي بيعمله بابا ده صح ولا غلط 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 وخاصة معاك انت خاصة معاك انت واخواتك غلط ان هو يعمل كده للي هو مسئول عنك خلاص فاللي هو بيعمله غلط ده وظلم وده حرام وهو لو سمعني بابا سمى اللي انت بتعمله ده ظلم وسمى دي في رقابتك طيب نعمل احنا ايه بقى لازم نتعود من دلوقتي اللي يعمل معنا غلط ما نعملش غلط طيب وفي المستقبل ايه انا عندي اب حتى لو غلط بس انا عندي اب هو غلط انا اتعودت ان انا شخصيتي تبقى اقوى من غلط الناس في حقي فاهماني يا سمى اتنين انا اسم سمى واكت اسمعه رمائك خلاص انت فاهمة كده هو اصلر يعني بيتبح كل ايد وبيفرح كل رمضان شو ما برح اسمعين انت فهمت اللي انا قلته يا سمى الاول انت فهمت اللي انا قلته يا سمى لان واضح ان ما احنا بستعمل ازاي بالضبط واحنا يا سمى عن استمر على ده واحنا كلنا بنحبك وبنقدرك وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك وكل الحاجات دي هتمر وهتسعدي وهتفتكر المكالمة دي لما تكوني ملء السمع والبصر يا سادة اتقوا الله في اولادكم يبدو ان الحلقة دي يعني لازم نكمل لازم نكمل عشان ابو سمى يعقل شوية ابو سمى اتق الله في اولاده ابو سمى يخلي باله وانا مش اصد ابو سمى بعينه انا اصد كل حد بيئذي اولاده كل حد بيمارس مع اولاده نوع من انواع الظلم والكراهية والازى والرفض اولادكم مش حمل كده احنا كنا زمان عندنا تعبير ان اولادنا دولا عاملين زي الخضار زي الخص لانهم حديث وعهد بربي الاولاد دولا مفيش بينهم بين ربنا حجاب فاتقوا الله في اولادكم لانهم بابنا الواسع لربنا